اختم حوار المنامة بنجاح أعمال نسخته التاسع عشر عقب ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة والحوارات المثمرة بين كبار مسؤولي وصاني القرار من مختلف الدول حول أهم التحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة والعالم وفي اليوم الثالث لمنتدى حوار المنامة عقدت ثلاث جلسات حيث جاءت الجلسة العامة السادسة بعنوان السياسات الجديدة لأمن الطاقة والجلسة العامة السابعة بعنوان أشكال جديدة من التعاون الاستراتيجي أما الجلسة الختامية فناقشت مستقبل الشرق الأوسط هذا وصلت المنتدى الضوء على مدى أيام عقاده على عدة مواضيع تهم المنطقة من خلال عقد ثماني جلسات حوارية مثرية بمشاركة عدد من المسؤولين السياسيين والخبراء العسكريين من حول العالم وقد بات منتدى حوار المنامة واحدا من أهم الفعاليات السياسية والفكرية السنوية التي نجحت المملكة في تنظيمها وتمكنت عبرها من استقطاب نخب العالم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة وكيف يمكن التعامل معها والتغلب عليها